بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد حياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها كتاب العربية بين يديك الكتاب الثالث ونحن في الجزء الأول في الوحدة الثالثة ونتكلم عن أقلياتنا في العالم الدرس الواحد والعشرون لدينا هذا اليوم أدوات الشرط غير الجازمة وهذه من القواعد التي تعلمناها سابقا تعلمنا سابقا أدوات الشرط الجازمة اليوم غير الجازمة لدينا مجموعة من الأمثلة المثال الأول لو زرتني لأكرمتك المثال الثاني لو كنت أو لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا المثال الثالث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة المثال الرابع لولا الهجرة لكنت آمرا أو أمران أو أمرا إمرأا سري إمرأا من الأنصار يعني واحد من الأنصار رقم خمسة لما عرج بي رأيت إدريسا في السماء الرابعة السادسة هنا لما خلق الله آدم مسح على ظهره وهنا الفقرة السابعة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أيضا في الفقرة الثامنة كلما اقتربنا منه ابتعد الفقرة التاسعة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وأيضا المثال العاشر إذا وسد أو وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذن أيها الكرام كما ترون أمامكم هذه الأدوات التي نعتبرها في الشرط الغير جازم وهي لو ولولا ولما وكلما وإذا هذه أربعة أدوات نعتبرها غير جازمة البقية التي تعلمناها سابقا نعتبرها جازمة بمعنى يكون جواب الشرط وفعل الشرط يكون في صيغة الجزم يعني نسكون عليه سكون أما هنا فعل الشرط وجواب الشرط حيكونان غير مجزومان طيب نكمل أيها الكرام ماذا يريد منا لدينا هذا التدريب يقول عين فيما يلي أداة الشرط وشرطها وجوابها كما تعلمنا في المثال السابق عيننا أداة الشرط ثم بعد ذلك قلنا هذا هو جواب الشرط وهذا هو شرطها أو فعل الشرط نأخذ المثال الأول ما رأيكم في المثال الأول فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه ما رأيكم أيها الكرام أين أداة الشرط أين فعل الشرط أو شرطها أين الجواب أحسنتم إذن أداة الشرط هي لما أحسنتم طيب فعل الشرط أو الشرط أحسنتم تراءت أحسنتم الجواب نكس أحسنتم الجواب نكس أحسنتم بارك الله فيكم طيب المثال الآخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما رأيكم أين أداة الشرط أين الشرط أين الجواب أحسنتم إذن لو إذن أداة الشرط هي لو أحسنتم طيب أين فعل الشرط كان أحسنتم إذن كان جواب الشرط فسدتا أحسنتم بارك الله فيكم لفسدتا هو جواب الشرط طيب رقم ثلاثة كلما دخلت أمة لعنت أختها ما رأيكم أين أداة الشرط أين فعل الشرط أين جواب الشرط ما رأيكم يا كرام إذن أداة الشرط هي أحسنتم كلما كلما أحسنتم طيب فعل الشرط أو الشرط دخلت أحسنتم وأين نجد الجواب لعنت أحسنتم ممتاز أحسنتم بارك الله فيكم طيب الفقرة الرابعة وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ما رأيكم يا كرام أين الأداة أين الشرط أين الجواب أحسنتم لو أداة الشرط آمن أحسنتم إذن أداة الشرط أو فعل الشرط أو الشرط آمن لَكَانَ أَحْسنتم جواب الشرط لَكَانَ أحسنتم بارك الله فيكم طيب الفقرة الخامسة ثم سأترك لكم الباقي في المنزل تكملوه كنشاط في المنزل بإذن الله الفقرة الخامسة ماذا يقول لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك إذن أحسنتم أداة الشرط لو أداة الشرط لو أحسنتم أعطيتها أحسنتم هذا هو ما يسمى بالشرط أعظم أحسنتم نراحب أعظم أو كان ما رأيكم يا كرام لنرى سويا كان الأصح كان لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك كان أعظم لأجرك طيب جميل جدا ما شاء الله تبارك الله أحسنتم أحسن الله إليكم إذن كما ذكرنا الباقي سيكون لديكم نشاط في المنزل أيضا هذا التدريب الذي أمامنا ماذا يريد يريد من أتم الجمل الشرطية التالية يعني أكملها لاحظ رقم واحد ونأخذ نثاب لولا فراغ ما تمتع الأغنياء ما الكلمة المناسبة هنا ما رأيكم لدينا أغنياء وتمتع دائما يرتبط بالأغنياء ماذا المال أحسنتم أقول لولا المال ما تمتع الأغنياء بهذه الطريقة إذن سأكتب هنا كلمة المال طيب رقم اثنان إذا فراغ فسل ما يستطاع ما رأيكم ما الكلمة المناسبة هنا أي شيء أنت ترى مناسب أي شيء أنت ترى مناسب طيب رقم ثلاثة لو فراغ ما ندمت لو لعبت ما ندمت لو أكلت ما ندمت لو ذهبت ما ندمت كما ترى من الأفعى والشرط الذي تراه مناسب تكتبه هنا طيب إذن سأترك لكم الباقي إن شاء الله نشاط في المنزل تتدربون عليه أنتم ومن يعز عليكم طيب سنكمل يا كرام التدريب الثالث هنا أيضا يقول أتم الجمل الشرطية التالية أتم بمعنى أكمل لاحظ على سبيل المثال رقم واحد لو لا حسن الظن بك أكمل أي شيء ترى مناسب تكمله هنا لذكرتك بسوء والعياذ بالله تقول لو لا حسن الظن بك لذكرتك بالسوء رجل أو امرأة تقول لذكرتك بالسوء على سبيل المثال طيب رقم اثنان لو اشتغل كل إنسان بما يعنيه لصالح الحال كل إنسان يركز على الشيء الذي لديه ولا يهتم بغيره بمعنى يسأل في أشياء ليس لها أحقية للسؤال لصالح الحال رقم ثلاثة كل ما زارني صديق زرته يعني كل ما زارني صديق عدت له مرة أخرى بالزيارة إذن أنا أستطيع أن أكتب أي فعل شرط هنا كما أريد ولذلك سأترك لكم إن شاء الله هذا الباقي كنشاط في المنزل كنشاط في المنزل طيب نكمل يا كرام أيضا هنا تدريب يتكلم عن أتم الجمل الشرطية بوضع أداة بوضع أداة شرطية مناسبة هنا فقط نحتاج أن نضع الأداة لدينا كما يقال الشرط ولدينا جواب الشرط أو لدينا فعل الشرط ولدينا جواب الشرط تمهل السائق ما ندم إذن أستطيع أقول إذا تمهل السائق ما ندم بهذه الطريقة الهواء ما عاش الإنسان أقول بعد الله سبحانه وتعالى لولا الهواء ما عاش الإنسان لدينا أربعة أدوات لولا ولما وإذا وكيفما أخذناها قبل قبل كلما هذه الأدوات التي أخذناها طيب رقم ثلاثة ثواب العاملين لفترة الهمم ممكن أدوات 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 الشرط الغير جازمة التي هي لو لولا إذا كلما لما هذه نستخدمها هنا في جمل من إنشائك أنت تضع هذه الجمل على سبيل المثال لاحظنا قبل قليل الهواء ما عاش الإنسان أقول لولا الهواء ما عاش الإنسان لولا الماء ما عاش النبات على سبيل المثال أو ما عاش الكائنات الحية بشكل كامل فسأترك لكم هذا النشاط أنتم بإذن الله تقملوه في المنزل طيب بهذا الدرس أيها الكرام نكون أنهينا الوحدة الثالثة في الكتاب الثالث وسننتقل الآن سويا بإذن الله إلى الوحدة الرابعة إلى الوحدة الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الوحدة الرابعة كما ترون أماكم تتكلم عن السنة النبوية عن السنة النبوية طيب فقط لتظهر أمامكم السنة النبوية طيب سأضع نتوقف نوقف للمشاركة ما ترجمة نانسي قنقر 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 سنبدأ بالدرس الثاني والعشرون الوحدة الرابعة الدرس الثاني والعشرون استمع إلى النص السنة النبوية أولا السنة النبوية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وقد جاءت مبينة للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثانيا والسنة النبوية وحي من الله تعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وكما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثالثا السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم لذا يجب اتباعها وتحرم مخالفتها وعلى ذلك أجمع المسلمون وأيدت ذلك الآيات بما لا يترك مجالا للشك ومن هذه الآيات وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والآية من يطع الرسول فقد أطاع الله والآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وكذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رابعا وقد جاء في الحديث النبوي أيضا ما يوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومنها لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا خامسا وقد عمل المسلمون على تدوين السنة النبوية في وقت مبكر وفي سبيل المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح المسلمون أكثر الأمم تدقيقا فيما يكتبون وينقلون وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التثبت في نقل الأخبار وقبلها فقال نظر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فنشأ عند المسلمين علم يسمى علم الجرح والتعديل وهو علم لا نظير له عند الأمم الأخرى وأصبح المسلمون يميزون به بين من تقبل روايته ومن ترفض روايته فحفظوا السنة من كذب المبتدعين سادسا والأحاديث النبوية كثيرة فما من خير إلا وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه ولذا فإن الشرع جاء شاملا لجميع نواحي الحياة فهو منهج كامل يعيشه المسلم ويعمل به في حياته كلها والأحاديث النبوية حوتها كتب السنة المشهورة ومن أهمها صحيح البخاري وصحيح مسلم ومن أمثلة الأحاديث النبوية سابعا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق أدخله الله الجنة متفق عليه إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق رواه البخاري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم رواه أحمد عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صدق وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرم وغناك قبل فقرك وفراغك ورسوله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق علي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي طيب ما شاء الله تبارك الله استمعنا قبل قليل إلى هذا النص الكامل عن السنة النبوية واحتوت ولله الحمد الكثير من الأحاديث النبوية نسأل الله أن يبارك في مثل هذه الأعمال كما ترون أمامكم أيها الكرام الآن لدينا الجزء أول وهو جزء بما يتعلق بالاستيعاب ماذا يريد مننا يريد مننا أيها الكرام أن نضع علامة صح أو خطأ ثم صوب الخطأ أو صح الخطأ الفقرة الأولى السنة النبوية أقوال وأفعال وسلوك ما رأيكم في هذه العبارة هل هي أقوال وهل هي كذلك أفعال وهل هي سلوك كما ذكر في النص هل الجواب صحيح أم خاطئ أحسنتم إذن الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب خاطئ الجواب خاطئ الجواب الصحيح أو تصحيح الجواب هي أقوال وأفعال وتقريرات تقريرات ليست سلوك هنا كلمة سلوك هي الكلمة الخاطئة طيب رقم اثنان المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وحي من الله ما رأيكم كما ذكر في النص صح أم خطأ هل السنة النبوية أو ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو وحي أو غير وحي إذن الجواب أحسنتم الجواب صحيح وما ينطق عن الهوى في سورة النجم رقم ثلاثة من يتبع الرسول يحبه الله ويغفر له من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله يحبه الله ويغفر له ما رأيكم في هذا الكلام أحسنتم الجواب سيكونوا صحيح بإذن الله طيب سأترك لكم الباقي بإذن الله كنشاط في المنزل تتدربون عليه كما ترون بإذن الله طيب الجزء الثاني هاتي من النص الأحاديث التي تدل على المعاني التالية على سبيل المثال من يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أرجع للنص مرة أخرى وابحث عن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا الكلام على سبيل المثال في هذا الجزء أقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى سأترك لكم إن شاء الله الباقي في المنزل لأنها يعني تتدربون عليها وتتعلمون أكثر التدريب الثالث وائم بين الفكرة الرئيسية في ألف ورقم با وائم بمعنى قارن زاوج أوكي طيب لدينا فكرة رئيسية هذه على سبيل المثال ينص القرآن على أنه يحب اتباع السنة نوائمها في الفقرة باء وهنا الفقرة باء يعني نكتب عنها على سبيل المثال هذه الفقرة الأولى كما نرى نرىها الآن نقول هي تتواءم مع حاء تتواءم مع حاء نقول جاءت السنة النبوية لبيان القرآن الكريم بهذه الطريقة سأترك لكم إن شاء الله هذا كنشاط في المنزل أيضا هنا هذا السؤال أجب باختصار عن ما يلي لدينا مجموعة من الأسئلة من واحد إلى عشرة سنعود إلى النص مرة أخرى وسأرسله الآن إن شاء الله في المجموعة هذا العرب تعود للنص وتبحث عن هذه الإجابات لهذه الأسئلة أيضا الجزء الذي يتعلق بالمفردات سأتركه لكم إن شاء الله كنشاط في المنزل هاتي من النص كلمات مضادة للمعنى يعني The opposite أقوال الكافر ليس فيها خير أقوال كافر خير أعطني المضاد فأتي على سبيل المثال أقول أقوال مضادها أفعال كافر مضادها مؤمن خير مضاده شر بهذه الطريقة سأترك لكم الباقي في المنزل هاتي من النص الكلمات التي تشير إلى التعريفات الآتية لدينا مجموعة من التعريفات من 1 إلى 10 هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ما هي الكلمة المناسبة؟ أكيد ستقول السنة النبوية هذا تعريف لهذه العبارة اقرأ الجمل التالية ثم انسج على موالها وهذا عمل نعمله سويا دائما سأتركه لكم إن شاء الله في المنزل طيب هنا سنتوقف بإذن الله هذا اليوم في هذه القاعدة وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم هذه القاعدة اللي هي اقتران جواب الشرط بالفا اقتران جواب الشرط بالفا بإذننا كما أخبرناكم سنكملها إن شاء الله في اللقاء القادم أخيرا أيها الكرام سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته